على الناحية التانية ايضا هناك فيما يخص مصر موضوعان بتماسك هاري الموضوع يمس مصر والقضيات الفلسطينية من جانب ومصر وتماس العلاقات التركية من جانب اخر خليني اروح الى اسماعيل نعمان تلجي موقع بوليتيكس توداي التركي في 11 يناير 20-23 بيقول العلاقات التركية المصرية افاق التطبيع والتحديات المقبلة على الرغم المؤشرات القوية للتطبيع بين تركيا ومصر لا تزال تحديات الماضي قائمة وتهدد احتمالات التطبيع انا ما يهمني في هذا التقرير انه تركي ليه عشان لما بيقدم الموقف المصري اظن الموقف المصري في هذا التقرير شديد النصاعة والصطاعة والوضوح واتصور ناصع ساطع ووضوح يعني هو الوصف جي تنازولي لكن في الاخر كله يعني ضوء القصة ايه القصة انه اكثر الملفات الدولة المصرية عملت مع من اللحظة الاولى مع عدوانية السياسة التركية تجاه مصر والموقف الاخواني الفج اللي عملته تركيا ازاء مصر من 2014 حتى الان مصر اتعامل معاه بقدر من الثبات الانفعالي من الصبر الاستراتيجي من القدرة على يعني ضبط الانفعال من الخطوات المنظمة والمتمسكة والمتمسكة وخصوصا في الجانب الخاص بالملف الليبي ما في لحظة تركيا يعني اقدمت على خطوة فيها نوع من التجرؤ فيها نوع من التواقح الاو مصر كانت حاسمة جدا ووضع خطوط حمر وضوء احمر وصرت خطة احمر والمسائل كانت شديدة والوضوح والنجاح وفي الاخر الذي اقدم على محاولة التطبيع والعودة مرة اخرى تبع علاقات طبيعية مش علاقات دولة اخوانية مع دولة مصرية هي هو الطرف التركي والاتفاقات اللي وضعتها مصر وعملتها مصر مع اليونان وقبرص حتى بما فيها تحديد مصر لخطوطها البحرية من طرف واحد مع ليبيا مؤخرا كل هذه المواقف اللي خادتها مصر كانت في منتعى الصلابة في الموقف وفي الرؤية ومنتعى القطع والحسم في الاجراء ولم تسعى لاحد ودي برضو من لو لما يجي في يوم من ايام لما نحلل ادارة العلاقات المصرية مع تركيا في السنوات الاخيرة اعتقد انه في قدر هائل ومدهش من النجاح في هذا الاطار اللي يجعل الدولة التركية واردوغان نقل على انتكابات السنة الجاية مفروض انها في يوليو بايب المهم انه في محاولته ليعادة ضبط بقى ملفاته قبل الانتخابات بيعمل محاولة يعني تموضع جديدة في علاقته مع مصر عظيم مصر عندها قيمة شروط وطلبات لما بتتحقق مصر بتتفق لما بتتحققش مصر تتأمل تقف تصبر يعني يعني مش مستعجي على حاجة والمهم جدا انه رغم كل التدعيات اللي عملتها الدولة الاخوانية او الادارة الاخوانية لتركيا الا ان مصر حافظت كويس قوي على انه في فرق كبير في العلاقات بين الشعوب وبين الدول تختلف الحكومات لكن عمره ما مصر سواء على يعني تصريحات لرئيسها او لوزرائها او لمسئوليها مست الشعب التركي على اي نحو من الانحاء ولا مست حتى الحكومة التركية وانه حافظنا على هذا التهزب الدبلوماسي المصري اللي هو يمثل مدرسة في الدبلوماسيا في العالم وان احنا في نفس الوقت لم نتخلى عن اي مطلب ولم نتنازل في اي موقف ولم نقدم رجاء من اي نوع مباشر او غير مباشر رغم كل بقولك ادارة حملة العدوان على مصر من تركيا ولما يقول لنا هنا الاخ اسبعيل نعمان هناك تطورات ملحوظة في العلاقات التركية المصرية لا سيامة منذ بداية عام 21 اليات الدبلوماسيا والحوار في العلاقات السنائية بين البلدين بها مجموعة متنوعة من المتغيرات والابعاد في هذا الصياق وعلى رغم من تضارب اولويات السياسة الخارجية لكل الطرفين لكل من الطرفين يعني فان العلاقات بين انقرة والقاهرة متشاركتين في تاريخ عميق الجزور من منظور سياسي واقتصادي وثقافي تتقدم بشكل متوازن الشكل المتوازن والشكل الذي تحدده مصر لما ترى هذه الجملة بوضوح في التقرير فانه يظهر ايضا ان مصر لا تنوي تقديم اي تنازلات في القضية الليبية بوضوح طول الوقت هو بيرصد الملف التركي المصري الليبي يرى قد ايه انه مصر ملتزمة من موقفها ومش ومش متعجلة خالص فكرة التطبيع وفي نفس الوقت ما بتغلقش باب قال انه وزير خارجيان المصري سمح شكرا القاهرة اوقفت محادثات التطبيع بسبب موقف تركيا بشأن ليبيا دي الاتفالة التامسية غطا كامتداد للصفقة البحرية الموقعة 27 أمبر 19 اه الامتداد في العلاقات وفي وفي متبعدها توقف طبعا عند ما جار في مونديال قطر من المصفحة الرئيسية لكن في المحصلة اه اللي اعتبر انه المصفحة دي انتصار للسياسة المصرية هم الاتراك نفسهم والصحافة التركية وهي المعارضة التركية والحكم التركي اللي سمع انه هكذا اردوغان يعود الى مصر هكذا اردوغان يتنازل عن كل هجماته وتهجمه على السياسة المصرية انما مصر في هذا الملف الحقيقة كانت شديدة العظم ولا ذالت